السلام عليكم واحد تدي له one والكلام ده طيب خلينا هنا على طول ندي له هنا switch نشوف الكيس دلوقتي هنعمل switch الايه للنمبر هنقول له هنا هذه الكيس one في حالة one نرجع نشوف هنا وعندنا لسه zero قبلها ده غير اسامة zero طيب هنا سفر zero خلينا نديره كده ايه كم واحدة بس عشان ننجز وقت سفر واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية حد كم تسعة تماما بعدين عندنا default طيب 1 2 3 4 5 نحن نكتابهم اسرع 7 10 8 5 هيت. ناين. شوف في حاجة غلط او في مشكلة. طيب عظيم. شوف حلول الناس. يعني هل الموضوع في حوار ولا مجرد وشكرا. جميل. مفيش اي حاجة يعني غريبة. طيب جميل. جميل. برضو. كلام كويس. طيب. بسيطة جدا. ما فيهش اي حاجة غريبة. عظيم. طيب عندنا تمي و سارا. كل واحد فيهم هيقطف وردة. يقولك لو واحدة من الورود has even number of petals. يعني البتلات بتاعتها عددها زوجي. والوردة التانية عدد البتلات بتاعها فردي. معناه ان هم بيحبوا بعض. يبقى محتاجين وردة يكون فيها العدد زوجي. وردة يكون فيها العدد فردي. خلينا نشوف ال input وال output عشان ممكن القصة دي يكون حمضانة ومش مفهومة. هنا عدد فردي مع عدد زوجي داني true. عدد زوجي مع عدد فردي true. عدد فردي مع عدد زوجي true. حلو قوي. عدد زوجي و عدد زوجي و عدد زوجي كله اداني false زي ما انت شايف. حل المشكلة البسيطة دي يعني ممكن تعمل باكتر من طريقة. اسهل حاجة انا شايفها قدامي ان انا ممكن اقول له flower one modulus 2 لا تساوي not equal flower two modulus اتنين. يعني باقي الاسمة بتاعة عدد البتلات تاعة الوردة الاولى على اتنين لا يساوي باقي الاسمة بتاع عدد بتلات الوردة التانية على اتنين. لو ده حصل فهيرجع لي true معناها ان هما دلوقتي بيحبوا بعض. لو ما حصلش وتلعو بيساوي بعض معناها اما انه العدد ده زوجي والعدد ده زوجي معناها ما بيحبوش بعض. او العدد ده فردي والعدد ده فردي يبقى برضو ما بيحبوش بعض طب امتى هنا يحصل الترو لو هنا عدد فردي ما بيسويش الزوجي او عدد زوجي ما بيسويش الفردي وهو ده المطلوب في المشكلة بتاعتنا تعال نشوف وبعدين نبص بصة كمان على الحلول طيب عظيم جدا سبمت ونبص بصة على الحلول عندي قناعة كان هنلاقي شوية حلول حلوة في حلول فكرتها جميلة ده الحل بتاعنا في حل ان انت تجمع البتلات كلها على بعضها وتشوف فيه باقي الاسم بتاعها فيه صراحة شوية افكار حلوة طيب عظيم طيب تيرمينال جيم موف فانكشن بيقولك في الجيم ده الهيرو بيتحرك من الشمال لليمين البلاير بيعمل رول للزهر يعني وبيتحرك عدد المرات او عدد على حسب الزهر مرتين يعني الرقم اللي هيطلع مفروض مضروب في اتنين فعايز منيها الفانكشن اللي بتاخد ال current position of the hero وبعدين الرول اللي هو من واحد لستة الرقم اللي هيطلع وترجع ليه البوزيشن الجديد خلينا افهم بس موف تلاتة ستة مفروض التلاتة دي عبارة عن البوزيشن اللي هو فيه وستة هي عدد الرقم اللي تلع من الزهر ستة مضروبة في اتنين هتبقى اتناشر هنزود اتناشر على التلاتة البوزيشن اللي هو فيه فهتبقى خمستاشر يعني فكرتها هايفة جدا طيب جميل اول هنرجع دلوقتي ايه هنرجع البوزيشن اللي هو فيه زائد الرول مضروب فيه اتنين مش محتاجين نحطهم جوا كوس لان عملية الدربة هي اللي هتقوم الاول الرول الرقم اللي هتلع لك من الزهر مسلا خمسة مضروب في اتنين فهيدي لك عشرة سبيسس هيتحركهم زائد البوزيشن اللي هو فيه دلوقتي هيزيد عليه يعني لو تلاتة هيزيد عليه العشرة المفروض هتبقى تلاتاشر هنا ممكن برضو بص بصة وخلينا نشوف التست بتاعنا هو المفروض هدوس يعني على طول من غير تست بس برضو عشان لو طلع اخطاء او حاجة نبص على يعني اللي افتكاسات بتاعة الناس فيه شوية افتكاسات كده لطيفة زايد اتنين في الرؤيا سلام طب يعني انا قلت الرول في اتنين انت حطيت اتنين في الرول يعني عملت حركات جامدة انت حلوة الجمجمة دي برضو بحب الناس بتحط جماجم وبتنجن وحاجات كده طيب يا رب يا جماعة المشاكل تكون زودتين لبعض المعلومات نشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد والسلام عليكم